السلام عليكم نظرا للتحديدات التي قامت بها اليوتيوب وذلك بإضافتها لزر الجرس ندعوكم جميعا أحبابكم بتفعيل زر الجرس في الهاتف أو الحاسوب وهذا كله من أجل التوصل بجديد القناة فور نشره والسلام عليكم بالنسبة للومجا هو السؤال المطروح الذي يفرض نفسه على الشناطيه يعني الأغلب يدي الأبع تظنه بأنه اللومجا تعود وجبة الإفتار تقول لك أنه لا يفتر وغير أعطيها بعد هذه هذا خطأ فما يمكن أن أعمر هذه الوجبة التانوية التي هي اللومجا أو القوتي أن تعود لنا الوجبة الرئيسية وهي وجبة الإفتار هذا فكرة نحيطها من بالنا إذا فهمنا بأن اللومجا لا تعود ووجبة الإفتار هذا يعني أننا نفترها إذا فترنا ليس ضروري أن نأخذ اللومجا وهنا اللومجا أنا سأقول ما يأخذنا؟ ما يريد أن نأخذها؟ إذا فتر الطفل إذا فتر كيف ما قلنا يوم أمس الفطور دياله العادي لأنه لا يفتر مثلا مع السبعة ومص مع السبعة ستتغدى مع الثناش في شهر الصمت؟ الثناش ومص الوحدة قاعد دوك دوك عدنا وعد خمسات الساعات إذا فتر مزيان في الفطور لا يحتاج اللومجا أو اللي يقدر يحتاج الواحد اللومجا اللي هي خفيفة اللي تقدر تساعدنا باش أنه يكون مزيان في الغداء بحال؟ فاكيه فرماجة التمر هل نرجع للتمر التمر أنا تتأكد عليه بزياث لماذا؟ لأن هذه ما تنظر على الفاكيه أو على التمر هي عبارة عن سكريات بسيطة هذه السكريات البسيطة ماذا سيتدير؟ سترفع لي نسبة السكر في الدم سيتم إفراز مادة الأنسولين من بعد 1-3 ساعة ستعود تهبط نسبة السكر في الدم لا يبقى نسبة السكر مقادة هي اللي سيأتي وقت الغداء وبغي تغدى الطفل في حين أن الطفل خدمتنا وقفل لفطر وعود خبز مع العشرة سكريات البطيئة سيأتي تسقم أو لأخذ بسكوي بسكوي سيأتي وخبي لماذا؟ لأنه فيه جوج فيه سكريات سريعة وفيه سكريات البطيئة لذلك سكريات سريعة سترفع لي نسبة السكر في الدم ديك الساعة ما ستجي فيه انت تهبط السكريات السريعة ستكون السكريات البطيئة بدأت تعطينا الطاقة فوقها سيأتي جوجه عدد الولد حتى الثلاثة وقيت هذه اللومجة الثانية وقيت الثلاثة الثانية وقيت الثلاثة الثلاثة نعم نستطيع أن نقول لكم ما هي الأهم فيهم يعني إذا نريد أن نفرطه في شيء واحد ما الذي نحيده دي الصباح ونجعله دي الأشياء لأن الوقت سيكون أطول نجعله مع الخمسة وليسا دي الأشياء مثلا ممكن أنها تبقى أو لخصها تبقى إذا كان العشة مع الثلاثة حينت كالي تتعشة مثلا مع السبعة نحن نتناوله الأطفال لا يجعلها عندما يكون مع الخمسة مثلا الأشياء سيكون مع الثمنية ومن gün الذي تثيره مع الثلاثة والطيف الذي تنزح مع الثلاثة نعم من ingخدامًا إلى الثلاثة سي incrediblyvern cabaret ان ي���ئي تظيرًا إلى الثلاثة دكبر إذا كان الطفل مُتلم لا ت Yeshua مثلا مع الثلاثة او ل muffin وapor يدخل مع الثلاثة ولكن العشية لديهم مع السبعة دي ستاكت للإشاء دي ستاكت للإشاء atic و هنا سبناة e to'mita مفرماجها و يقدر يكون بالطور و يقدر يكون هناك система و إذا إنيالي قائل ليست مشكل L'zia و يستطيع الى الإيشا agir علي إزلافة صوبة و فاكيها و ل ل celebrating ليست مشكلة تكملي هذه الألمجة تكملي هذه الألمجة لأنه لا يمكن أن التفل أن يكون لها واحد مع السب tas أو مع الخمسة ولشيائي una سي تكون لها أن الألمجة و لها تقد Twist أنها تستطيع سبب بعض السيادة في الوزن لماذا؟ لأن تدخل الطفل تدخل في حلقة مفرغة لما تبقى يكون الوجب الرئيسي يعني توقع خلال في النظام الغذائي اليوم كامل كامل وتدع الأم والأب تقول لك والدي لا تريد شيء تغذى إياه ولكن ما أعطيته قبل؟ ما أعطيته ولو أعطيته غير بسكويت ممت شيء ممت شيء لذلك هما بالنسبة لهم سي حاجة اللي هي ثغين ولكن سور البلان فيزيولوجيك و سور البلان نيدخيسونيل من الداخل رشيحاتنا بالنسبة للي هي كثيرة لأننا لا نرى الكيمية نرى ما فيها الداخل من المكونات غذائية و كيف يمكن أن يؤثر على الجسم الهدف أن تنصح الأباء أن مع العشرة ممكن الأباء اللي تسمعون الآن أنا لا أعطيته حتى المدارس اللي يريد أن يرى هذا الاتجاه وكان الحمد لله مدارس اللي تطبقوا هذا الجانب اللي هو إيجابي الشيء يقدروا يزيدوا مثلا ما أعرفت أنا يا يزيدوا 20 درام في الشهر يزيدوا 50 درام في الشهر ويعطوا للطفل مع العشرة يفرقوا التمر على الأطفال في المدارسة طفل الخارج مثلا فكرة ممتازة طفل الخارج في السراحة والأمو المؤلمة تتفرق غمسة التمرات لو ثلاثة التمرات وكل واحد اليوم ما سأكله غدا ما سأكله بعد غدا ما سأكله سيمانة جايبة واحد نار سأأكل هذا التمر لأن من سأرى كل درام في هذه المدارسة سأكلوا التمر سأكل هذا التمر عجيب فأشنو سنخسره أنا مثلا ندرش على التمر المجهول اللي يساوي 140 درام مشروه اللي معروف اللي ساوي 10 درام أو 20 درام بالكيلو ونعطيه لوليداتنا أو للآباء يديروه اللي يديروه اللي يديروه في شيخ نيشة أو في شيخ ميكا ويديروه أنا هذه النصيحة في حقها أنا بالنسبة لي دهر يعني عندك هو سلطان الأغذية سلطان الأغذية لا يديك عن تغذية تصنف الأغذية القوية والأغذية الدعيفة مع هذا النسبة للثاري الذي يصبر فيها الف Denver مرضية. اللي ممكنش ناخده فيها التمر. كان مصابين بدأ السكري متانا. الناس مصابين بالقصور الكلاوي. هذو مخصوم ياخدوا التمر. حسنا نظر ده بالان بالنسبة للناس العاديين. الناس اللي ما عندهم شي مشكل. فخصي التناول دي التمر مشكلة. انا ما تنضرش على كيلو في النهار. تلاتة الحبات اربعة الحبات خمسة الحبات تلاش لان تنضر على المانيزيوم. تنضر على الفوسفوك تنضر على البوتاسيوم. تنضر على السكريات اللي فيها. تنضر على فرماجة. بعد غدا شوية زبيب. بعد غدا شوية اللوز مثلا. كل نهار نعطي وشي حاجة. وهذه امور اللي خصت تكون حاضرة عندنا. اللي خصت تكون كينة عندنا. ارى التامن ديالها ماشي غالي. راح نتنا تخيلي ان مني غا تشري كيلو التمر لولدك مثلا بعشين دنام. ارى غا يدوز الكواعد الخمستاشر يوم لا يقدر يكمل لك تشهر اللي اعطيت يا ربعة خمسة الحبات في النهار. فبما عندك اللي تشري بجوش درام في النهار جو درام في السباح جو درام في العشية يا ربعة درام ولا خمسة درام في النهار. فإلى إلا 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 دربت له الحساب ستجد بأن التمر ستقام أرخص بكثير. وغينفع ولدك بمنافع كبيرة كذلك. فالسينة بالعيشي كينة اللي أسمع التمر فيه سكريات غا يقول غا يسقم لي يا ولدي ما غا يش خليه يأكل من بعد. لا لأن هذه السكريات هي سكريات سريعة. لما تطلع وتحبط بالزربة لأن يتم إفراز مادة الأنسونين ومن بعد يأتي عندما نقول لنا الفوكيات تتحل الشائعة. حين الفوكيات عبارة عن سكريات. لذلك ما تتاكلها؟ تتافع نسبة السكر في الدم بشكل كبير. يتم إفراز مادة الأنسونين بشكل كبير. تعود تحبط نسبة السكر من بعد. سكونا بحنا ليبو سويته ليبائي يعني هذه ليبو مفاشر تحبطنا السكر بزاف حين يجينا الجوع. هي نقدرون نجربوها مثلا خود خود التمر وبقوح ثلاثة تسوية لاربعة تسوية ما تاكلش غيجيك الجوع من بعد علش لي انه نخفضت لك نسبة السكر ولكن ميت يكون لي عدنا سكر بطيء هنا باش افعاد ما يجين الجوع من بعد ساعتين تولي غيجين الجوع بعد خمسة تسوية واختي نبي لياشي باش نحترمون نظام غدائي متوازن من نسبة للطفل اه قلتي قلتي لنا واحد مرة بان ما نسنوش حتى الواحد الساعة فلان فلان نيع لان ما احنا مقررنا باش نعطوه هيا كل نعم يلاحس بالجوع قلتي نعطوه هيا كل نعم صح صح لان الطفل عنده هو لان الطفل شوف الطفل نيع الطفل ما ما مفيش تحرميات يعني الطفل الى جه الجوع تقولك جني الجوع ايلا شبعت يقولك شبعت دبه هذا المشكل اننا نحنا نديره العكس فيهم الجوج الطفل متلا ندخله مع تناش وحنا ما غنيتغدوتل الواحدة تقولك في جوع تقول لك او تسنت يجي يخوك ويجي باباك لا هذي كتسنة شنو غيوقعليه الجيسم شنو غيدير غيفرز من عنده وغيجيب ذاك شي اللي محتاج الجيسم من عنده غيأكل بحال حنا منتي كونت يدوز وقت الغدام ما تبقى فينا ما ناكله حيث حيث يعني دون زا سوسي عوثين دوغانيزازشون لأنك كيف ما قلتي هذي كلمة دي العائلة خساولة بدن نقلسوا باش ناكله لما الأم دي اللي يعني الام دي الدرس بغيه إلا كل هاد دجماع باش ننقلسوا ونناكله إلا درنا هذي القاد يأكل واحد يبدا يأكل في قن دونك ما تكونش هاد يكلمة ما يمكناش نحرم الطفل من الرغبة اللي عنده عنده بغيه يأكل حق حق بغيه يأكل خصوية كل لأنه ربما مع الوقت منين يكبر من يدرس ست سنين سبع سنين تمنى سنين يقدر يصبح نحن كنا شرحوا له يمكننا تفهموا معاه أما الطفل جدت ست سنين سبع سنين خمس سنين أرا ما تفهمش ماشي ما تفهمش ماشي ما تفهمش ما غاديش يعرف علاش دونك هو في الجوع بغيه يأكل أولا شباع وتشقوله ولا زيد كمل تبصيل ديالك ولا زيد كون هو شب أولا بشي نهار المشكلة توقع كذلك شي نهار تيجي التفل الفقداء ما بغيش يأكل خبز وتتبقى علي لا أكل خبز هادك النهار وار ما راشقالوش يأكل خبز بعد من نعطي تساء لولوندو ما غادي يأكلو حينت بعد أحيانا نسمعوا لي هو لكي ما نسمعوش لي لكن راشقالي يأكل غير الشوكولات مثلا على حسب مرة في السمانة ما عنديش مشكلة ولكن هنا فين تيجي الحوار نتيجي مثلا اخذوا الرد تبعي الحال تيجي الغنشرح ليه يقولك لا انا بغي نأكل هير الشوكولات الي الاولدا لدي هات يكل الت ريفة أحيانها هو عندك انك اناقدي ليروا كبارة يأكل سهالة لقد سيبقي سوف يوقفين سوف يأكله بكي لا دعني مشكلة في الماضي 7 انات تأمر الكلام لكنو انظر النهم بدلي قد كد منكي له من بعد فهذا اللوم جالي تبتعت الطفل في الوقت العشرة إذا كان الطفل فطر مزيان سوف يغيز هذا كما قلت نقدرون نعطيه فاكهة نقدرون نعطيه تميرات ما لدينا مشكلة غير أنا تنأكد على أنا ما نبقاوش نجادلوا مع الطفل ما نبقاوش نتعكسوا معه لا والله تدّيها لا والله يتغدّيها وانت مقاونا نصدعوا لا 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 يدعوا هذا لا بالخاطر وبالحيلة تدّي معك هات تميرات لا لا يدعوا هات تميرات أخشيهم في الكاة تابل بلا ما يشوفك أولا أخشيهم لو في جيبك وفي جيبك بلا ما يشوفك مني نرجع في الأشياء وتلقى وشي قلتها لك وانت مكتش باغي تدّيها لا وانا أعطيتها لك وانت قلت لا صافي دير أغمّض عوينا صافي كلاسي صالو بلوز أمبوك لوندون ما يعطي لا تدخلش في عيناد مع الطفل لأننا نحن تسحبنا بأن الطفل ما تفهمش شد معنى العكس وأنه يجب أن يتطبق ذلك شيء يقولون لي لا طفل رأى الحيلة حصل من العار وأسلوب الحوار يقدرين أن يفعنا مع الطفل وهم أدكياء جدا 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 فما نحاولوش نديرها بهم لا ما نحاولوش نديرها بهم ونحاولو نشرحه الطفل يمكنني أن يجد الطفل يقولك أنا مكراشي أنا أجبدوها دائما جمعيات أباء وأولياء التلاميذ يجب أن يضرهم على المدارس لكي يمنعوه تناول الحلويات وهذه الأمور هي غير صحية أنا السؤالي سنترحي هي جمعية الأباء وأولياء التلاميذ هذا ليس المشكلة لأنه للأسف أنا لم أتنعممش ولكن الأغلبية للأسف الأغلبية للأباء مشغولين لم يبقوش عاطين وقت لكي توقع الأولادهم في المدراسة يعني بالنسبة لنا إلى شيء أنا أقولك بحاجة لكي تريد شيء غالي يعني وبدأ تحطى في أي براسة وتحطى لها وتحطى لها وتحطى لها حجرة هو شريمة قانا بالملايين وتحطى لها حجرة بعشرة درام أو خمسة درام لديك أحد الأوليد ليس لديه قيمة قيمة كبيرة كثيرة هذا الأوليد يجب أن تصهر عليه يجب أن تعرف كيف توقع عليه سواء أن يأكل في المدار أو أن يأكل في المدرسة سواء ترجمة نانسي قنقر